وافق مجلس الوزراع على عدد من القرارات من بينها تفويض وزير الخارجية أو من يونيبه بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين البلدين كما وافق المجلس على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من يونيبه بالتباحث مع الجانب الجنوب الفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الزراعة والأسماك والاستزراع المائي وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في كوريا كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين المملكة والصين ووافق المجلس على تفويض وزير التعليم أو من يونيبه بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين المملكة والإمارات كما وافق على تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو من يونيبه بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كما وافق المجلس على ارتباط الهيئة العامة للرياضة تنظيميا برئيس مجلس الشؤول الاقتصادية والتنمية وقرر المجلس على تعيين الدكتور عبد الملك بن عبدالله الحقيل عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد من القطاع الخاص كما وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسف في السفن لعام 2004 وافق المجلس على ان تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات رسم تأشيرة الدخول عن العمال الموسمية لمشروع الهدي والضاحي على ان تقوم وزارة المالية قبل انتهاء هذه المدة بستة أشهر على الأقل بتقويم الوضع والرفع بما تراه الاتخاذ ما يلزم